شفتوا البنت اللي بتكلم أبوها شفتوا إزاي الواحد بسهولة يضحي بعيلته عشان خطر بلده عرفتوا يعني إيه مصر من الحاجات الكويسة اللي حبيتها جدا تصل بيّا الأستاذ الدكتور أشرف الزغبي أستاذ الجراحة في طب عن شمس وأنا أستاذ البطنة في القصر العادي تصل بيّا الدكتور أشرف الزغبي وقال لي حالاتك قلت حقيقة علمية مش صح وأنا ساعدتي جدا بهذه المكالمة ساعدتي جدا في حلقة من حلقات قلت شبهت علاج جلطة الرئة بالزايدة جلطة الرئة شغلتي ولازلنا ماشينا على هذا النظام إن احنا نعالج جلطة الرئة بالشك وليس باليقين أول ما شك في مريض جلطة الرئة أبدأ العلاق وقلت زي الزايدة الزايدة طول عمري معتقد إن الزايدة بتعالج بالشك وليس باليقين اتصل بيّا الأخ العزيز أو ما أقدرش أقول لأخ العزيز الإبن العزيز أشرف الزغبي وقال لي لأ إحنا بنعالج الزايدة دلوقتي باليقين مش بالشك يعني ما أقدرش أفتح بطنه واحد وشيل زايدة إلا هو أنا تقولوا بتتأكدوا زي أشرف قال لي حتى لحد الأشياء المقطعية ممكن تشخص زايدة شكرا يا دكتور أشرف على هذه المعلومة بس طبعا أنت عارف إحنا باطنيين لا نتابع ما يجري في الجراحة لكن إحنا لازلنا بنعالج جلطة الرئة بالشك وليس باليقين الجراحين سبقونا في إنهم بيعالجوا الزايدة باليقين فقط وليس بالشك لكن إحنا لازلنا بنعالج جلطة الرئة بالشك وليس باليقين